الأسبوع الثاني تتواصل العمليات العسكرية في ديالا ردا على مجزرة السرية في حاول إعظيم حيث استشهد أحد عشر منتسبا للجيش بينهم ضابط بهجوم إرهابي العمليات تنفذها مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية وبضمنها جهاز مكافحة الإرهاب والطيران في خمس مناطق تحوي خلايا داعش وفقا لمعلومات استخبارية وهي أطراف الإعظيم والوقف والعبارة وشمال المقدادية وجنوب بوهرز تم توزيع القطاعات بشكل يتلاءم مع طبيعة الجو وكذلك المناطق الزراعية التي يستخدمها التنظيم من أجل القيام بعمليات الجوانة توزيع القطاعات بشكل جيد أيضا نصب الكاميرات وكذلك الأبراج وبالتعاون مع الحكومة المحلية قتل إرهابيين وتمشيط آلاف الكيلومترات من الأراضي المعقدة جغرافيا وتطهيرها من عناصر داعش وتدمير أوكارهم فضلا عن نشر تعزيزات في المناطق الرخوة أمنيا والحدودية بين ديالا وصلاح الدين أبرز ما حققته العمليات العسكرية في وقت يرى مختصون في الشأن الأمني أن هذه الإجراءات غير كافية لبسط الاستقرار اليوم الجهد الاستخباراتي ملزم أن يكون قبل العمليات العسكرية يعني للحفاظ على ديمومة هذه العمليات وكذلك اليوم تعاون أبناء القرى وأبناء هذه المناطق مع الأجهزة الأمنية سوف يقلل من هذه العمليات لنسبة كبيرة وسوف تنعم هذه المناطق أيضا بأمن واستقرار إذا كان هناك تعاون مع الأجهزة الأمنية وإذا كانت هناك معلومة استخباراتية دقيقة وتستخدم في العمليات العسكرية الجارية ضمن مناطق ديالا طائرات مسيرة لتعقب الإرهابيين وتحديد مواقعهم وقد نجحت في رصد مكان المفرزة المنفذة لمجزرة العظيم وتحييد عناصرها التسعة عبر ضربات جوية بحسب مصادر أمنية ومحلية على الهنبا غيوو تيوي ديالا